جروح حجور النازفة لم تندم البعض فما يزال الكثير من أبنائها ووجاهاتها مخفيين في سجون ميليشيا الحوثي وتعمل في أراضيهم وممتلكاتهم السلب والنهب بعد الإجهاز على الانتفاضة التي قادها أبو مسلم الزعكريم واطلع العام 2019 واستمرت خمسين يوما من الصمود الأسطوري منظمة إرادة لمناهضة تعذيب والإخفاء القسري أطلقت تقريرا بعنوان حجور الجرح النازف خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة مأرب موثقا العديد من جرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق أبناء قبيلة حجور منذ بدء حربها عليهم في 2011 وتوسعها بشكل كبير منذ اجتياحها للمديريات الخمس لقبيلة حجور في 2019 وحتى اليوم بدافع طائفي مذهبي وانتقاما لمقاومة أبناء حجور احتلال الحوثيين لأرضهم ومنازلهم وقراهم منذ 2011 فعالية اليوم هي اكثر من فعالية فهي ندوى وهي تقرير حقوقي وهي ايضا مؤتمر صحفي وجلسة استماع تكلمنا فيها عن الضحايا وعن مظلوم حجور المظلومين الذين ما زالوا في سيون ميليشيا الحوثي ما زال لدينا سبعة من المخفيين قسريا وعلى رأسهم أبو مسلم وكذلك لدينا اكثر من واحد واربعين ضحية آخرين ما زالوا في معتقلات الحوثي ترفض ميليشيا الحوثي الإفراج عنهم والتبادل بهم وتضمن التقرير رصد مئة وسبعة عشرة حالة قتل بين المدنيين وخمسمئة وسبع وثلاثين حالة إصابة بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى اثنتين وعشرين حالة تعذيب وحشي وثلاثمئة وسبع وثلاثين حالة إخفاء قسري علاوة على تفجير أربعة وثلاثين منزلا وتدميرها كليا وتضرر سبعمئة وثلاثة عشر منزلا بشكل جزئي ما أدى إلى تهجير ثمانمئة واثنتين وثمانين أسرة من منطقة حجور إفلات ميليشيا الحوثي من العقاب والمحاسبة جراء الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها بحق أبناء منطقة حجور دفعها إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق القبائل اليمنية فقد تلاها جرائم بحق قبيلة آل عواض بمديرية ردمان في البيضاء وخبزة في مديرية قيفا برداع وأخيرا ما حدث من جرائم اختطافات وسلب ونهب بحق قبائل بيت الخضر في مديرية السوادية بالبيضاء مراقبون يقولون إنه قبل الحديث عن أي تسوية سياسية يجب العمل على محاسبة الأطراف التي ارتكبت جرائم إرهابية وخصوصا ميليشيا الحوثي وتحقيق العدالة الانتقالية والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا وجبر الضرري للمتضررين